السلام عليكم شباب ان شاء الله راح نكمل وياكم الجزء او البارد الاخير من المحاضرة لأي ناس راح يكون بارد قصير واسم الباردات يعني ما راح اطول به ربي شرح لي صدري ويسر لي امر واهلي اوضل تهم اللساني يفقه وقولي كولينيرجيك كرايسيس يعني الاخطاء او زيادة مال الكولينيرجيك زيادة مال الكولينيرجيك شرح تسوي تمام زين اكسسي في دراج دوسيج بايشنت وذ مايستينيا يقلها من ننطي دوسيج عالي ننطي جرعة عالية للبايشنت من الكولينيرجيك يعني زيادة للكولينيرجيك شرح يصر ادنى هحصر ادنى مايستينيا اللي قلنا عادكم صور مرات ويكنس بالمسل تمام زين اه بعد شرح يصر ادنى رحصر هاي كونسرشن او الاسيتال كورين كوز اكسسيف استمولوشن او موسكارين كريسابتا اهنا من راح يرتفع عندي الاسيتال كورين راح ي يرتفع Oui رح يصر عندي زيادة او بالموسكارين renowned Teram على العكس من عندي شرح يصير رح يصير انهيبشين او بلوك للنيكوتينيك رسبتطر اذن هينا المهم عندي شنو المهم عندي اذا ازداد الاسيتال كولين تمم الاسيتال الكورين ازداد شرح يرفع لي رح يرفع لي مسكارينيك رسبت Capture الماسكارينيك وراح يتبط لي شنو اه يتبط لي هي النيكوتينيك رسبتر تمام فهي شنو هاكا يعني انو فرق اش راح يصير بالكريسس اللي يعني الاخطاء اللي راح يصير شنو الماضار مالته قلنا ان اول شي راح يرتفع الماسكارين ثاني شي راح يصير بلوك للنيكوتينيك ريسبتر اوكي شنو تراتمت مالتا تراتمت مالتا نسوي لها ستوب للانتي نسوي ستوب للانتي كولونسترايز يتراك يعني ما انطي اذا المريض كان ياخذ انتي كولونسترايز تمام اوقف اقلا خلق بعد لا تاخذ اوقف لان انت عندك زيادة ميمن زيادة باستالكورين اوكي زيان اش انطي بعد انطي اتروبين هاذا الاتروبين راح يساوي كلش مهم الاتروبين الاتروبين راح يساوي بلوك للأفاكت احنا مو قلنا مساعة انو راح ترتفع عدنا الماسكارين راح يتحفز فاذا انطي اتروبين راح شنو راح يساوي لتثبيت انهيبشن المن الماسكارين اوكي فاذا واحدة من الالاجات اما اقطع الالاج عن المريض اصلا اقلا بعد اتاخذ انتي كولونسترايز او انطي اتروبي تمام هاي واحدة من الالاجات اللي تعال جنل اخطاء او زيادة بالكولينيرجي تمام زيان اوغانو فوسفوراس بوزينينج اللي هي تسمم بالفوسفات يعني الارفورسبول انتي كولونسترايز البوزينينج يعني انو ارفورسبول يعني ما نقدر نرجع به تمام مو ريفورسبول اوكي زيان اهنا شوان عالج التسمم بالفوسفور شوان راح اعالجه اوش ريموف بيرسون فروم ذا اكسبوجر اه ابعد الشخص عن مكان التعرض الى مثلا انو هذا الجو بانصر الفوسفور فاش يسوي ابعد الشخص عن هذا المكان او انطي قبش انطي البراليدوكسيم البراليدوكسيم هذا شنو اه هو يسوي ريكتيب تو انتي كولونسترايز انزايم راح شنو راح يعالج او يسوي عادة تنشيط الانزيم الانتي اه كولونسترايز انزايم ازا او اشي ابعد الشخص انطي اه الليلبراليدوكسيم تمام زيان بعدش انطي انطيه ام أتروبيين تمام اتروبيين لان اعالج كل انواع التسمم مال التمعنه مال تسمى ان الجيل اعم Bangl sony PLBi! او او ابعد الشخص او ظنو انطي لبراليدوكسيم какие يسوي فيا�브ين وعلى طلاب أصور كلش كلش سهلة وما شاب اي شي اثلت شعات الانتي كولينيرجيك راح يرتبط ويا المسكارين مستاقبت لكم انه ترتفع الامب اذا الطفاق مانا شنو ما سوى وشنو الان النيكوتين راح يساوي انهيب اذا ما يتصل بالنيكوتين اذا الانتي كولينيرجيك راح يتصل به المسكارين ما يتصل بالنيكوتين اوكي زيان بي كومبوسيتيف انتقونست الاسطال كولين راح يشتغل به الانتقونست والاسطال كولين يعني ينضي نفس الفعالية مالتا زيان منه عدنا البروتو تايب دراج مالتا مثل من مثل البلادونا الكولويد أتروبين هذا القلنابية والسكوبولامين هذا لني ثلاثة أدوية اللي هو واحد البلادونا الكولويد اثنين الأتروبين ثلاثة للسكوبولامين ذني شنو ذن الأدوية المهمات اللي منصنف الأنتي كولينيرجيك دراج شنو سوي لنا اكشن فارماكولوجيكال اكشن أوف أنتي أنتي شنو أنتي كولينيرجيك تمام أنتي كولينيرجيك اللي هيدا شن هنا العفو هنا أي أنتي كولينيرجيك أو أنتي أستعلي تمام شن هنا الفارماكولوجيكال اكشن أنا هستم مريض جاني أريد أنطي شنو أريد أنطي أنتي كولينيرجيك تمام ما سوف نفعل الـ action mount اول شي اريد اذكركم بالـ الـ شون وظيفته الـ باراسيبثاتيك شي يسوي الـ يسوي دقريز للهارت ريت هاي دعا احتي الـ ما دعا احتي انتي كولينيرجيك هسا بعدنا بس اذكركم بالكولينيرجيك على مد نعكسها تمام هناك بالنورمال اللي هي الـ كان يسوينا دقريز للهارت ريت يثبت عمل القلب يعني بضع الراحة هنا شنو على العكس مننا لأنه هو انتي كولينيرجيك تمام زيان هناك شان عدنا شان عدنا يسوي برونكو برونكو دايليشن بالكولينيرجيك بالانتي كولينيرجيك وش سوى سوى برونكو كونستركشن تمام اني شان عندي مريض قاعد عفو م مريض واحد مرتاح شعنده عنده كولينيرجيك تمام مرتاح ويتنفس طبيعه وعادي يتنفس ما بي عنده أي مشكلة اجياني انتي دايليش انتي انتي شنو انتي فتعلاج هو اتروبين اتروبين هو انتي كولينيرجيك تمام ش رح يصير عنده رح يصير عنده رح يصير عنده وبرونكو كونستركشن على العكس من ما حالته الطبيعية تمام زيان رح ينقلل الافرازات مع الجهاز الهضمي تمام والكولينيرجيك شنو وظيفته البالاسمبثاتيك هو وظيفته ريست عن دايجاس يعني قاعد مرتاح وبدأته هضم الأكل اذا انا اريد اجي انتيك معاكس ايش انتيك انتيك ريديوس سيليفاري عن جي اي تي تراكت يعني اقلل مني اه اقلل من الافرازات اللعاب اقلل من الافرازات المعاوية اللي موجودات بالقات هو الى اخر تمام اذا يشتغل عكس الكولينيرجيك الكولينيرجيك شي سوي ريست عن دايجاس انها ريشتغل عكس اوكي هنا راح شنو راح يثبت ما يخلي اليورين يطلع تمام اه راح يخلي اليورين ينحبس اوكي بالمثانة ما للشخص اوكي فاذن شنهن كلش مهمة دني انتيكولينيرجيك انت اذا عصد عليك بالامتحان احفظ الكولينيرجيك واذا جاك بالامتحان انتيكولينيرجيك اعكسهم تمام فهاي حيلة يعني بالفارما شوية تعكس الشغول مالتين زيان شاهدنا بعد اه 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 احنا قلنا انه راح يسوي راح يسوي اه دوخة يعني واحد دايخ وينام خمول اوكي بعد شراح يسوي اه 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 راح يقوم يخربط الشخص راح يقوم يهلوس اذا تنطي انتيكولينيرجيك راح يسوي ويسوي يعني يرفع ويكبس تمام ويكبس هنا بعد الشخص يعني شون يتهستها فتكون شوية صعبة وتكون يعني مو طبيعية اه اه يعني 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 راح يشغل ادنى فد اه شون ما نقول فد سمية راح توصل الالما لسيان اس وبالتالي العفوز سوي لها راح تثبطة وراح يصير ادنى تمام راح يموت اذا شخص اخذ ادوية هالادوية السببات لها توكسيك بالبراين بالسيان اس وش راح يصير عنده راسباراتر بعد ما يتنفس راح يضرب الراسباراتر السنتر عنده بالمدولة وينتهي تمام ينتهي الشخص ويصير بالداث اوكي زيان حس احنا كمان نفد جزء كلش مهم وعرفنا قلت لكم انه احفظ الكولينيرجيك واعكس الوظيفة مغالتين تمام زيان اوكليار افكت راح تأثر على العين الانتكولينيرجيك اول شي سوي المدراسز 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 شنو هاي هاي الحدقة مع العين ما داك راح تتوسع تمام زيان ساكو بلاقيه راح يصير بي شلل بالعضلات مع العين تمام اللي هي سببنا غلوكوما سبب شنو هي داخل العين تمام شن هنا الادفيرس افكت الشغلات اللي ما مرهوبة راح تطلع عنا اول شي من راح نسد اه كاساس اكسسيف بلوك او دبالا سنباثتك نيربا سستم دبالا سنباثتك راح ينغلق تمام اذا فراح يكون لنا شغل معاكس اذا نسد رايس انداجست راح يصير على العكس من الراس انداجست اوكي اللي قلناها انكريس هارتريت اه ريديوس اوف سليفاري انتجات الى اخر دري ماوث راح يكون اذا انا انطي الانتيكوليناجيك راح يكون المريض حلقه يابس مثل اهل السكري تمام مثل الديابيتس زيان يعني يعني صر عنده خلل بالرؤية يعني شون منقول مشوش الرؤية عنده راح يصير عنده احتباس للبول اوكي راح يصير عنده اه مايطلع الخروج مالتا راح يصير عنده اه يعني على العكس من الديراريا راح المصطلح عن بالي انه يصير قبض عفو اجي المصطلح يصير قبض عنده اوكي اه اه راح يصير السكين مالتا اه اه تمام اه وجه راح يحتبس يصير احمر اه يزيد البلودفلو عنده بالوجه تمام هاي سموه هاي بارباريكسية راح يزيد عنده درجة الحرارة تمام درجة الحرارة ترتفع و نفس ما اكتبكم راح تزيد وترفع تكبس وترفع بيمن ب اه وظائف و بالتالي راح يصير عندنا خلط اوكي زين درجة الحرارة تحفظون اه من عنده واحدة تمام هنا هاي البالادين الكولويد اتروبين حجينا هنذن كل موجودات بالمحاضرة تمام فيعني تطلع اليهن او تعفظ لك كم واحد من هن و خلاص اه ان شاء الله راح نزل لكم محاضرة الاتوكويد الهستامين ان سيروتونين ان شاء الله بالأيام الجاية و شكرا لكم شكرا لكم